خليني أكلمكم عن مكاسب الأهلي بالبطولة دي يعني سواء بالنسبة لمارسل كولر اللي أعتقد أنه دخل مع المديني الفنين التاريخيين أو على مستوى سكواد النادي الأهلي وخصوصا الأسماء اللي بتحقق اللقب لأول مرة بتيشرت النادي الأهلي يعني يمكن يا أحمد الانتصار اللي حققوا النادي الأهلي يوم السبت والتتويج بالنجمة الثانية عشر في تاريخ النادي الأهلي 12 بطولة أفريقية رقم قياسي صعب حد يحقق أو يقرره غير النادي الأهلي انتصار أسعد بيه النادي الأهلي ملايين العشاق في مصر وفي الجاليات المصرية حتى خارج مصر قضى بيه أو كسر بيه شكة كل المنافسين وقضى بيه كمان على أجذوبة العرفين وخلى أنت عارف بقى الكلام اللي كان طلع قبل الموت شفاة يعني ترجع يكسب بالضبط آه يعني أنا قلت كده انتصار أسعد الملايين وقضى على أجذوبة العرفين ورسم البسمة على شفاه الملايين وفتح جسور السعادة لكل الجاليات المصرية والجالية كمان أو يعني إخواتنا وحبايبنا في غزة كمان جت لنا الصور من هناك والفيديوهات وهم بيتابعوا رغم كل الظروف الصعبة النادي الأهلي قدر يرسم ولو بسمة بسيطة على شفاه إخواننا الفلسطينيين في غزة طبعا فكان ليلة سعيدة على كل من ينتمي لهذا الكيان العظيم كيان النادي الأهلي